بسم الله الرحمن الرحيم ابناء الطلاب طلاب اهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات مستر ساينز مع مستر شريف الهواري اه ان شاء الله النهاردة هنتكلم على اه طبعا في البداية ولاد ما ننساش ننزل الابليكيشن بتاعنا درسنا النهاردة هيتكلم عن الفوسلز اللي هي الحفريات كلمة فوسلز دي يا ولاد يعني حفريات باللغة العربية طيب يعني فوسلز يا ولاد يعني اثار كلمة اثار او بقايا اثار او ايه بقايا تاني كده يبقى الفوسلز حاجة من الاتنين اما يكون اثار او بقايا لكيانات حية كانت محفوظة فين يا ولاد في الصخور تمام كده زي ما انتشايفين في الصورة كده يعني مثلا عندكم الصورة اللي فوق دي اللي هي على الشمال دي اللي هي الورم تانيلز دي لو شفتها تعرف على طول اللي دي تعتبر فوسل لانك كانت هنا في ديدان عايشة وديدان دي عملت انفاء كده في الصخرة دي طيب او مثلا تشوف مثلا تريس تاني اثار تاني مثلا لديناسور فود برينت يعني اثار لا اقدام رجلي ديناصور يبدأ كده الطريسز طب الريمينز لا الريمينز اللي هي بقايا من جسم الكائن نفسه زي مثلا ديناصور سكال اللي هي الجمجمة بتاعت الديناصور دي زي مثلا تشارك تيست اللي هي طبعا اسنان سمكة الكرش يبقى دي تعتبر ايه بقا المرة دي ريمينز يبقى لفتا فرق من الكلمتين هنشوف دي رقدي تعالوا نعرف يعني ايه تريس ايه هو الاثر الاثر اللي هو يعني يا مستر يعني هي دي الصورة لقدامكو دي هي رجلي الديناصور نفسها لأ يا مستر دي عبارة عن رجليه هو كان ماشي هنا لما كان عايش كان ماشي على الصخرة دي والصخرة دي كات في بداية تكوينها كاتلسه بتتكون مكاتش لسه تسلبت ما حصل لهاش فراحت رجليه عملة اثر على الصخرة دي وطبعا الصخرة دي فضت حصل لها بعد كده تصلب وفضل الاثر بتاع رجليه دي موجود فين يا ولاد موجود فين على الصخرة يبقى دا الاثر يعني ايه هو بتعرفني نشاط يعني النشاط بتاعه لما كان عايش زي كمان مسلا اللي قلنا ان هنا كانت في المكان ده كانت صخرة ادي ده اللي عملت فيها انفاء زي ما انتم شايفين كده في الصورة ايام مكانت ايه عايشة يبقى دايما بيحصل امتى اثناء حياته اتفقنا ولما مات الكائن خلاص انا مش معي اصل انا مش معي جسم الكائن انا معي اصل لي ياريت نكون في منها طب اتقل ريمينز يعني ريمينز لا المراتي حاجة تانية زي اار بارتس هي اجزاء الاجزاء دي ما لها بس افطر ايه ده تاني كده يا مستر هي اجزاء من جسم الكائن الحي المراتي اهي زي مثلا قلنا بلي كده ديناسور سقل هل دي اصل لي لا يا مستر دي ريمين دي بقايا من جسمه امتى بتتكون البقايا اكيد افطر ايه افطر ديس لان ممكن بيجي لك في الانتحان يقولك compare between compare between trace الصورة دي اللي هي it is the activity of an old living organism during its life حاجة بتحدد نشاطه بس لما كان عايش ودي it is the part indicates the remains of an old living organism after a death تمام كده يا اولاد طيب كده عرفنا الكلمتين المهمين اللي في تعريف الفوسيلز trace and remains طيب يا مستر ايه انواع الفوسيلز انواع الفوسيلز عندنا يا يا اولاد اربع انواع هنتجل معلومة اللي هو types of fossils and ways of formation انواعها وزي تكونت طبعا fossils differ according to the way of formation يعني كل فوسيل مختلفة عن التانية على حسب الطريقة بتاعت التكوين بتاعتها the way of formation زي من يا اولاد عندنا مثلا يا اولاد حاجة اسمها fossil of complete body وعندنا حاجة اسمها كاستي فوسيل وعندنا مولد فوسيل وعندنا بتريفايد فوسيل يبقى عندنا اربع انواع ممكن يجيلك في الامتحان يقولك في رمزة types of fossils من انواع الفوسيلز طبعا اي نوعين منهم تقولهم مثلا لو جات complete او حاجة هتقول طبعا قلنا complete body cast mold بتريفايد فوسيل طب نمسك حاجة حاجة ونتكلم عنها بالتفصيل نبدأ باول حاجة اللي هي الفوسيل اف كومبليت بادي ايه الديفنيشن بتاعتها يا اولاد من اسمها كده واضح يا مستر ان الجسم بالكامل افرد الموجود عندي اهو ما هي اسمها ايه اسمها fossil of complete body طب ايه الديفنيشن بتاعها يا اولاد طبعا اوف ما تبدأ الديفنيشن امت بقى؟ اعمت بقى؟ when an organism dead اند بيرد فاست انا ميديم تمام تاني كده اسمها هو نوع من انواع الفوسيلز امتى بيتكون وين ان اورجانز ميدد لما الكان الحي بيموت اند بيرد فاست يعني كلمة بيرد فاست يعني اتدفن بسرعة مالحيش يتحلل طب اتدفن بسرعة فين انا اميديم بريزيرف ات فروم دي كومبوزيشن في وسط او في مكان حافظوا من التحلل ما هو لما كان لو كان اتدفن بسرعة في الرمل عادي او في التربة عادي في السويل كان هيتحلل لكن الشرط الاساسي انا اميديم بريزيرف ات فروم دي كومبوزيشن زي مين يا مستر از سنو اللي هو الجليد او امبر هنعف يعني امبر دراتي طيب جيف ريزون سؤال من الاسئلة المهمة كومبليت بادي فوسيل is named by this name ليه سموا الكمبليت بادي فوسيل بالاسم دي وليت طبعا الاجابة because it keeps the whole shape لان هي بتحافظ على شكل الجسم بالكامل عند all the details of the body طبعا انا كاتب الترجمة مش ترجمة حرفية ترجمة للمعنى للمعنى بالكامل لان هي بتحافظ على شكل الجسم بالكامل عند all the details of the body وكل تفاصيل الجسم طيب تعالوا يا مستر نشوف على الكمبليت بادي فوسيل عندنا اول اللي هو الماموث فوسيل طبعا الماموث دي يا ولاد كان كائن كان عامل زي الفيل كده بس طبعا بيختلف عن الفيل شوية ان عنده او على جسمه فيه شعر ايه كثيف شوية غير الفيل طبعا طيب يا مستر اللي كان عايش امتى ده في حاجة اسمه اللي هو العصر اللي هو اسمه باسم سوري اللي هو العصر الجليدي طيب الكلام ده حصل امتى كان الكلام ده حصل في من خمسة وعشرين الف سنة فاته اللي حصل طبعا ازا طبعا ماموث ده حصل يا ولاد ده مات يعني ادفن بسرعة في الجتال يعني هو مقدرش يستحمل الجو البارد ده ما عملش فطبعا رح ايه مات وندفن في الجليد ده يا ولاد كان له تحط في التلاجة تحط في الفريزر طب ايه اللي حصل ايه مستر طبعا اول ما اكتشفوا اول الحفرية للماموث ده لو ايه يا ولاد تخيلوا طبعا لو طبعا ان هي عبارة عن complete the whole share يعني جسمه بالكامل زي ما انتم شايفينه كافة الصورة تمام and all here وكل الشعر بتاعه flesh اللحم بتاعه and the food inside its blues طبعا مالها are still completely حتى الاكل اللي في الامعاء بتاعته فضل موجود تخيلوا اولاد يبقى ده طبعا في قصة اللي زي الماموث تتكون او زي الماموث تتحافظ عليه طبعا كده ايجزامبل تاني اللي هي اسمها الامبر فوسل اللي هي اسمها باسم العربي اللي هي الكهرمان حفرية الكهرمان دي اللي يسموها كده يا اولاد تعالوا نشوف during some old geologic periods في العصور الجيولوجية القديمة اللي حصل كان عندنا حاجة اسمها there were a common pine trees اللي هي نباتة الصنوبر يا اولاد طبعا these trees secreted resonance matter بتطلع حاجة اسمها resonance matter مادة صموغية زي الشمع طب ايه اللي حصل يا مستر كانت تيجي الحشرة اللي انتم شايفينها في الصورة دي يا اولاد تقف على الشجرة دي اللي هي ال pine trees دي طب الشجرة دي دي مطلعها مين؟ مطلعها resonance matter دي طب وبعدين طب طبعا الحشرة دي اتحبست جوه السمغ ده او جوه الشمع ده فاللي يحصل هتموت الحشرة بس يفضل جسمها محفوظ جوه السمغ ده المادة الصمغية دي فطبعا هي دولتي كده بتعتبر ايه complete body fossil اللي يعني جسمها كله محفوظ جوه الامبر دي عشان كانت تسموها باسم امبر فوسيل يعني نسمع كده this matter covered insect بتغطي الحشرة تمام؟ and after the resonance matter had been solidified لما تتجمد it was changed into amber تتحول لحاجة اسمها امبر يقول عليها الكاهرامان and preserved the body of this organism from decaying طبعا حافظت على جسمها from decaying من التحر قيمنا ليه كده سميناها باسم complete body fossil لان الباضي بالكامل ما له preserve it it's a details حافظ على the details بتاع طبعا النوع التاني النوع التاني من الفوسيلز يولاد بيسموه باسم مولد فوسيل مولد ايه فوسيل طب ايه الديفينيشن بتاعها ياولاد طبعا it is a type of fossils that carry ركز كده a replica يعني نسخة طبق الاصل نسخة it is a type of fossils that carry a replica of the internal اهم كلمة internal details of the body of living organism يعني ايه مستقل تعالوا نشوف التجربة دي التجربة دي عندك في الكتاب هو جايب القالب ده ياولاد القالب ده تمام وليكن مثلا فازة ورد مثلا او حاجة وروح جايب مثلا مادة زي جبس كده او طين وحطه في القالب ده وسبناه ينشف طيب و بعد شوية بعد فترة فكينا المادة دي او القالب اللي جوه ده طلعناه بره زي ما انتم شايفين كده هتلاقوا عامل ياولاد هتلاقوا ان الشكل ده ده بيسموه دلوقتي باسم ايه مولد هتلاقوا المولد ده ياولاد واخد نفس الصفات الداخلية للقالب ده صح ولا يعني المنظر انتم شايفينه ده كده ده كده هو نفس الشكل ده من هنا من الداخل فاهمنا كده يعني انه بياخد او بيحمل نسخة تفاصيل الداخلية لجسم كائن حال طب يا مستر عايزين نشوف مثال من الاكزامبلس بتاعتنا عندنا حاجة اسمها الامونايت فوسيل يبا لو جالك في الامتحان هتختار مين ساعتها الامونايت فوسيل او الترايلوبايت فوسيل يبا عندنا مثالين امونايت فوسيل يعتبر مولد فوسيل وترايلوبايت مولد فوسيل برضو يعتبر طب تعالوا نشوف بقى مثال ازايد كو تعالوا نشوف الامونايت فوسيل ده اللي هو الصورة دي ياولاد دي عبارة عن ايه اوعى تفتكر ان ده الكائن بتاعك تخيلوا عارفين ده عبارة عن ايه دي عبارة عن اللي هي الفوتات حصى ورملوا للقوقع ده ياولاد القوقع ده اساسا كان كائن لما مات الكائن بتاعه اللي داخله القوقع وقع في البحر حصل ايه؟ فضل يتعبى الفوتات والحصى والسديمينتري روكس والحاجات دي اتمنى القوقع بالمواد دي عارفك هيدي الفوتات طب وبعدين القوقع من برا تحلل خلاص لانه عبارة عن مادة اورجانيك مادة عضوية كائن حي اتحلل وفضل مين ياولاد فضل الشكل اللي انتو شايفينه ده اللي هي كات المواد اللي ترصبت بالداخل متخيلين كده؟ يبا ده هل انت كنت شايف القوقع من جوا شكله عامل ازاي؟ لا يا مستر ومالمين طلع لك نسخة من الشكل الداخلي ليه؟ هو المولد ده اللي هو بيسموه اسمه أمونايت فوسيل مولد تمام كده؟ تعال نشوف كده؟ وانا سنيل لما القوقع يموت يتفال انت في السي فلور يسكت في قعمين البحر ويتدفن في السيديمينتس اللي هي السخور الروسوبي في الرواسب يعني ده الخطوة الاولى يحفظها بقى سهلة اول ما القوقع يموت هيتسكت في السي فلور ويتدفن في السيديمينتس الخطوة التانية ايه اللي يحصل؟ طبعا اكيد السيديمينتس ديات اللي هي الرواسب دي تدخل يبقى السيديمينتس فل أب زى شيل كيفيتز هتملأ الغلاف تجويف الغلاف من الداخل هتملأ القوقع يعني and it's solidified as time passes وتفضل تتجمد بمرور الوقت او تتصلب الخطوة التالتة زى الشيل كود ديكمبوز طبعا الغلاف ده هتتحلل في التعليمات بكده يا أولاد نكون انتهينا النهاردة من بارت نمبر انا اكلمنا في عن الفوسيل يكلمنا عم في عن ثلاث انواع ان شاء الله الحصة اللي جاء نتكلم في بارت 2 عن النوع الرابع And we will talk about the importance of fossils يعني يا مصر الفوسلز دي هنستفيد بها في حياتنا طبعا ما ننساش يولاد كل اللينكات موجودة تحت الفيديو ده نزلنا الفيديوهات بتاعتنا كلها نايس ان شاء الله المرة جاءن خلاص المنهج بالتوفيق ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته